فضل مرتاح بسم الاب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين في مرات صادقة في الاجتماع أنا فاكر بس مش فاكر إمتى بالضبط سنة 2-3 اتكلمت معاكم عن التغيير واتفقنا إن التغيير ممكن والتغيير بياخد وقت والتغيير ربنا عاوزه والتغيير تقدر توصله ونماذج كتيرة قوي على الناس اتغيرت من الخطيئة للقداسة ومن حياة الخلاعة لحياة البر كل ده اتكلمنا عنه في التغيير النهاردة أنا جاي أصدمكم وأقول لكم عن موضوع هنتكلم فيه اسمه ناس ما بتتغيرش ناس ما بتتغيرش بالرغم من إن إيماننا إن الإنسان قابل للتغيير وقابل للتعليم وقابل للإزدياد وإن المسيح جيه وقال أتيت اللي تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل وكلمة أفضل يعني حاجة أحسن من حاجة يعني أنت بتتغير للأحسن والكنيسة أيمة علشان تشتغل في عملية التغيير يبقى بنتكلم هنا على عملية التغيير النهاردة هقول لكم إن بالرغم من إيماننا بالتغيير في ناس غير قابلة للتغيير Does it make sense اللي أنا بقوله ده إن في ناس غير قابلة للتغيير ولا أنا ببالغ ولا أي إنسان ممكن يتغير مفيش حاجة اسمها إنسان مش ممكن يتغير قولوا رأيكم بصراح أي إنسان ممكن يتغير لو هو عاوز إنه يتغير تمام أكيد الكلام ده صح النهاردة بقى هكلمكم على مجموعة من الناس فيها بعض الأمور لو الأمور دي مش موجودة أو القاسب الأمور دي موجودة فعلا عملية التغيير وعملية التصحيح وعملية التوبة تكاد تكون مستحيلة تكاد تكون إيه مستحيل علشان كده أنا هتكلم معاكم النهاردة في موضوع اسمه ناس ما بتتغيرش مين الشخصيات اللي ممكن تكون غير قابلة للتغيير أحب أخذ رأيكم هو فيه شخصات فعلا ما تتغيرش زي مين شخصية اسمها الشخصية قولي بصوت عالي الناس اللي بتقول أو شايفة ما فيهاش حاجة غلط صح الناس دولة ليهم اسم اسمهم وقعين في حاجة اسمها الانكار بالانجليزة اسمها دينايل يعني ايه دينايل؟ يعني واحد بينكر الكلام اللي فيه زي مثلا على سبيل المثال بطرس مثلا شايف ان مش ممكن كان ينكر المسيح مسيح بيقوله ممكن كلكم هتسبوني وهتجري وتسبوني لا 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 ايه اللي انت بتقوله ده؟ تتكلم صح من فضلك يا رب الناس دي كلها ممكن تنكرك مع دناء ده واقع في حاجة اسمها ايه؟ دينايل دينايل يعني ايه؟ يعني انكار يعني فيه حاجة بس بينكرها انت فيك الخوف وممكن تخاف ووقت الجد ممكن تسبني وتجري وتنكرني ثلاث مرات بس بطرس كان عايش في الدنايل اوقات كلنا بيبقى فينا عيوب يعني واضح قوي قدام كل الناس انك انت مغرورة شوي فحد يقولك مغرورة انا مغرورة انا مغرورة الحقيقة انا مش مغرورة انا انسانة واثقة في نفسي بس اللي بيغيروا مني بيقولوا علي ان انا احكي لكم حكاية امت انا اكون حكيتها لكم قبل كده في يوم الايام فيه بنوتة من اجتماع الرعي الصالح بس الكلام ده مثلا من نون عشر اتناشر سان قالتلي يا ابونا وانت بتوعز بخاف منك فانا قلتلها بتخاف مني ليه قالتلي انت بتبرق وانت بتوعز بتبرق قلتلها الدنايل اهو انا ببرق انا ببرق ده انا عادة كده ممكن ادحك مع الشباب وانا بتكلم والموضوع بيبقى لطيف انا ملا يا بنتي لا لا ما ببرقش البيت عادتلي هنا في الحتة دي كده قعدت لمدة شهرين تلاتة تصورني بالموبايل وعملتلي ستين صورة لا قالتلي ستين صورة قالتلي بتبرق ولا ما بتبرقش انا بصيت لقيت واحد شغال في فيلم رعب بس شبهي بس من كتر الدنايل قلت لا مش انا برضو طبعا انا باتحك اه طلعت انا بس انا قردي الامج اللي عن نفسي انا ان انا مبرقش بس اطلعت ببرق فده اسمه دنايل ان انا بنكر حاجة فيا طب طول ما انا عايش في الدنايل طول ما انا عايش في الانكار ليه اتغير او ازاي هتغير الحقيقة مش ممكن هتغير لاننا عايش في الدنايل فاهمين يعني ايه انت عايش في الانكار انا بقولك انت بخيل ده قصة حقيقية حصلت قصة حقيقية حصلت انسان كان بخيل جدا 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 يعني تنيح من عشر اتنشر سنة بس قصة انه بخيل جدا 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 يعني بالشواهد بخيل جدا اللي هو يعني يوم ما توفى طلعه علب بالسمنة مليانة روزن بمتينات غير الفلوس في البنوك وحاجة زي كده فلما كنت بقوله طبقا للمقييس بتاعت دلوقتي مفيش شاب في جامعة بياخد خمسين قرش في اليوم مصروف على القال اتنين جنيه في اليوم مصروف اتزاد تايم يعني المينوم اتنين جنيه قالوا ليه ياخد اتنين جنيه يروحوا الكلية ماشي يرجع راكب او يروح راكب لو مستحجر ويرجع تمشي على مهلو ايوا دولة بس هنبتكلم على عشر محطات اوتوبيس وماله هو مش قادر يقتنع شايف ان كل البيت مسرف وهو الوحيد اللي عنده حكمة ده واقع في حاجة اسمها الدينايل الشخصية اللي عندها الانكار دي شخصية مش ممكن تتغير لانه بينكر العب اللي فيه طب هيقدم توبة ازاي طب هيطلب نصيحة ازاي انه يتغير قوعوا ياولاد نكون احنا النوع ده ان احنا بنقاوح وبننكر البطحة فراسي قد كده واقول انا زي الفل مافيش حاجة ده اسمه الشخصية الانكارية او الدينايل برسونالي شخصية قريبة منها تاني غير قابلة للتغيير عاوز تقول شخصية تانية انت بتكلم في حتة طبية انا بتكلم في حاجة تمشي معنا احنا يعني مش بكلم على اضطرابات الشخصية بتكلم على مش الامراض اللي انا بتكلم على بعض الطباع يعني منها الدينايل ده طبع في ناس كتير قوي لغاية لما انا شفت الصورة امنت ان انا ببرك امنت انا خلاص شفت الصورة امنت مش محتاج علاج نفسي انا بتكلم على حاجة اقل من اللي انت بتقول بس اصدر رفيق دكتور فهو اخدها في المستوى عالي شوي نرجع تاني للموضوع بتاعنا ايه تاني شخصية ممكن مش ممكن تتغير ولا عاوزة تتغير ها 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 نزلي وقولي هايل هايل بس دي اخر حاجة هاختم بيها ها برافو كره Park تاني شخصية هي الشخصية شخصية الشخص personnes الي هو الإنسان الكسول إنسان الكسول ده اتحرك ليه فاعمل ليه عارفين زي مين الكسول ده اقولكم على حاجة من الكتاب المقدس عن شخصية الكاسول صاحب الوازنة فاكرين صاحب الوازنة ايه صاحب الوازنة المسيح والزع خمس وزنات و وزنة ووزنة وخيني принципе خمسة واحد جاب الاثنين اتنين واحد اخد وزنة وقال له انا عرفت انك انت يعني انسان شرير وقاسي وتاخد من حيث ولم تتعب فانا قلت اعمل لك حاجة اريح دماغي وحط الوزنة دي في احفر واتفنها ولما تجي قدها لك قال له انت ما عملتش حاجة قال له اه المسيح عقبه الحقيقة على كسر من تاني كانوا كسالة في الكتاب المقدس مشهورين وبتقروا كتير او في القطمارس العذارة الجاهلات ولم يأخذنا معهن ايه زيت انا لك وكل يوم يصلي يقول لك خليها بكرة وكل يوم يقول لك خليها بكرة وبكرة ده ما بيجيش فلما جه العريس وهم بيقولوا قد ابطأ ايه اللي حصل اول ما خبت العريس ما كانش ليهم نصيب معا لان هم كانوا كسالة فلو انا انسان كسول حتى اقل مجهود مش عايز اعمله ده ممكن ابونا يتحايل علي ويقول لي يا سيدي صلي خمس دقايق بلاش باكر كلها خمس دقايق من باكر وخمس دقايق من غروب وديتك تدريب ده قريب وخمس دقايق كتاب مقدس يعني في 24 ساعة ارمي الموبايل ربع ساعة وطلع لربنا ربع ساعة في اليوم يبتسم يبتسم باندهاش منفهاش ليه منفهش ليه عشان عاد انه مش هيعمل قول الكلام بفلوس قول طب تلات دقايق تلات دقايق تلات دقايق تلات دقايق كل تقوله كويس ايه بقابلني هو مش عاوز يتحرك واحد كسول حلو قوي يبقى نمر واحد الشخصية الانكارية او اللي بتنكر نمر اتنين الكسول مش ممكن تغير ما لم يقوم من كسله ويتحرك في شخصية تالتة اسمها الشخصية الاسقطية البروجيكشن بيرسوناليتي يعني ايه الشخصية الاسقطية عارفين يعني اسقطية حد عارف عن اسقط يعني ايه اه اه الشخصية بتاعت الشماعة يعني ايه الشخصية بتاعت الشماعة اسقط ان انا برني تقصيري على الاخرين بحيث ان انا اطلع على طول انا ايه بريق دي شخصية اسقطية يعني مثلا انا شايف يا حبيبي انك انت مقصر انك انت تروح الكنيسة يكون رده ايه الشخصية الاسقطية عارف يا ابونا لا فيه كهنة كويسين ولا شمامسة كويسين ولا خدام كويسين ولا كنيسة كويسة يعني مين الوحش كل اللي حواليه طب وانت ايه انا لو عليا انا مكاني الاساس الفردوس بس الناس بتاعتكو يعني في حالة الحقيقة ما تسمحش ان الواحد يجي ويصلي فيها فهو حالة اسقاط دايما دايما يعني ممكن تكون فيه ام بنتها سلوكها في مدارس الاحد صعب جدا 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 وبتشاكس في البنات وبتعذر البنات وترد وبعدين الخدمة تقول لها بلاش الموبايل يا حبيبتي في مدارس الاحد تقول لها انا هستخدم الموبايل بمزاجي وما تقدريش تاخدي الموبايل مني ولا تقدري تطلعيني كمان من الفصل فتبتدي تقول لها بنتك عنيدة بنتك حصل معاها واحد اثنين تلاتة ساعدينة في البيت عشان ساعدينة تقول لي بص يا ميس بصراحة الدروس بتاعتكم مملة انت لو الدرس بتاعكم يشد كانت بنتي عملت كده كانت رمت الموبايل طبعا وسمعتك لكن انت درسك وحش جدا وبتنيمي البنات خلاص افضلي يعملي اسقاط بس في الاخر خالص مين اللي خسران انت مش الكنيسة بنتك مش مدارس الاحد فسهل اول انسان يعمل اسقاط عارفين يعني من اسقاط ده في واحد يسبق بالاسقاط يعني يعني راجل مثلا جامد اخر قال لي مراته جاي الساعة تسعة وجي الساعة 11 فيسبق بالاسقاط يعني خش ايه البيت الملاخبط ده كنت بتعمل ايه طول النهار ده اسقاط ده نوع تاني شكل تاني من الاسقاط اللي هو ايه زي ما بيقولوا عليه بالبلد ايه يقلب الترابيزة عارفين يعني يقلب الترابيزة يعني معرفش بس هيقلب الترابيزة وخلاص يعني اه 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 مهم انتو فاهمين وخلاص مش كده ايه ده شخصية اسمها الشخصيه الاسقاطية يبقى الانسخصية الدينايل والشخصيه الاسقاط أو الشخصية الانكارية وشخصية اللي بتعمل اسقاط والشخصيه الكثولة لا يمكن فعلا تتغير ما لم تخرج من انكرها او اسقطتها او كثالها شخصيه ربعة كمان لا يمكن تتغير اسمها الشخصيه ايه المكتفية عارفين يعني المكتفية اكتفاء يعني اكتفاء ايم جود انا كده حلو انا كده حلو انت عاوز تجيب مقبول طيب ما تشد شوية وتجيب جاية حتى جاية كده في البكالوريوسي احقوا لو شدد شوية اجاد جدا هو مش كسول بس هو مكتفي ليه طيب ما تحاول تطور في شغلك عشان تترقى على قد فلوسهم هو مش كسول بس مكبر مكبر دي شخصية مكتفية دي موجودة في الكتاب المقدس اه موجودة في رؤية ثلاثة ان المسيح بيعاتب احد الاساقف بيقوله انك انت استغنيت وقلت انه غني وانت البعيد باقس وفقير انت شاف انه بقى قسقف واقعد على الكورسي هتعمل ايه تاني لا كده كويس انا اسقف لا انا حل معي عصاية طيب انه تعمل ايه يعني انا اسقف ايوة انه تعمل الحمدلله اسقف انه تعمل ايه ده بعد عنك شخصية مكتفية ده لا بيطور نفسه ولا يغير نفسه هو راضي اوي 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 يعني عنده كده قناعة انه زي الفل ومدام انا زي ايه الفل اطور ليه اتعب ليه اجتهد ليه الشورت قط فين الايزي واي فين فين الحتة المختصرة فين الحتة الليه ليه ليه ما تستهلش ما فيش حاجة في الدنيا تستهل ومع دينا زي انا فل انا فل رأيك ايه فل ويقولها بسقة كده مش عارب جايبها منين يعني يعني بقالك اديه في الكلية كل التجارة يقولي بقالي ست سنين كويس قولي فل طيب بتعمل فلة تعرف إيه في الإيمان تعرف إيه في العقائل تعرف زي الفل كويس أصل بص مهم ده. طيب انت وصق النداء نظيف يعني ونقي مهم ده ده حلم الاكتفاء ده ما عندوش طموح ما عندوش رغبة في تغيير والحمد لله على فيلم واحد يكون الطموح بتاعه زيره هو دي الشخصية المكتفى دي شخصية ممكن تتغير. أنا بواجهك لأنك ممكن تكون فيك حاجة من الحاجات دي فإلحق فوق بدلا ما العمر يسرقك ويسرقك شخصية مكتفية شخصية مكتفية. في شخصيات طموحة يعني بقى شخصيات طموحة يقعد يحفظ كل يوم بيرب الإنجليزي بالتصريف بتاعه ويدخله في جملة ويسمعه مرتين ثلاثة وينطقه زمن الأمريكان بنتقه وينطقه زمن الإنجليز بيطور نفسه يطور في ناس بتطور نفسها في ناس بتاخد كورسات يعني أنا كان عندي ولد من من ولادي كان شاق صيدلي وبعد كده فضل يدرس في مايكروسوفت لدرجة بقى خبير خادته شركة في هولندا بقى مدير آي تي والكمبيوتر وكل حاجة في الدنيا عندهم. ليه فضل يدرس وحاس ان دي موهبته معندوش اكتفاء وفي واحد عنده اكتفاء يعني انت بتصلي إيه أبانا لازي وصلاة الشكر حملة يا قزيم حظة بقى لك ادي بتصليهم. يقول لي بقى لي خمستاشر سنة من ساعة ما أنا كنت في قول عدادي وأب عطرافي قال لي أبانا لازي وصلاة الشكر حملة يا طب ما بتصليش مزامير لا طب ما تجرب تزاود المزامير والقطع مثلا والتحليل. لا أنا كده حلو قوي في كل حاجة أنا كده حلو أنا كده حلو طب ما تحتر معانا مؤتمر تحس بربنا وتنفعل كده وتبتدي يبقى فيه طموحات روحية لا ما بيحبش مؤتمرات ليه أنا كده حلو قوي أنا قدس ومزبط نفسي. لا انت كده في حالة بتنزل مش بتطلع يبقى دي رابع شخصية ما بتتغيرش اللي هي عايشة في الاكتفاء. قلنا كم شخصية من الأول واحد الدنايل أو الإنكارية اتنين الكاثول تلاتة الشخصية الإسقطية أربعة المكتفية خمسة الشخصية المبررة يعني المبررة قريبة قوي من الإسقطية بس مش 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 زيها بظبط يعني مبررة يعني علشان هو مش عاوز تغير. وعلشان مش عاوز يتعب بيبرر اللي هو فيه حبيبي انت مخدتش كورسات ليه أصل بابا موظف حكومة أعمل إيه يعني أتباح ويعني لا ما فيه كورسات أونلاين وفيه حاجات ببالاش على فكر لو انت عاوز ولو انت فتحت كتاب تالت عدادي بتاع الإنجليزي وحفظته مستوك في الإنجليزي يتحسن بس هو أساساً بيبرر بابا معهش بلوس. يبرر خطيئة يعني مثلاً راجل أبونا يقول له يقول له فيه خطايا يقول له مرة جزبت مرة فعلت الإنسان خطاء يا أبونا مفيش حاجة تاني يتطمن. فأبونا كده يتجرق يقول له مفيش نظرات وحشة شوفوا شخصيتها بالريقة يقول لك كل الرجالة بتبص يا أبونا. طيب أوقات بتشتم كل اللي بيسوقوا بيشتموا يا أبونا. طيب أوقات بتحلف ما هو لازم أحلف عشان ناس تصدقني يا أبونا. طيب يا فين الخطيئة هو لما حق الراجل ما عطرفش بيها لأنه أساساً هو مش شايفيني دي إيه خطيئة دي اسمها إيه التبرير يعني مثلاً أنا اتعصبت عليكي فلت عصبت عليكي المفروض أنا كده غلطت اتعصبت لما شوف عمل إيه اعتذر واخد بخطيئة. فأقول لي أنت على فكرة غلطت قوي فيها والمفروض تعتذر لها أنا كنت تعبان وهي جاتلي متأخر ما كنتش نام قبليها ورجع سابق سايق من أبو ثلاثة أربع ساعات والدنيا كانت حر والعربية عملتها معي والبطارية طفت ها كمل يا أخوي أبرار كمل تبرير وكمل أعزار في الآخر خالص أنا كل ده بعمله عشان أنا مش ناوي إيه اعتذر في ناس قولها يا تنت اللي غلطانة دابوني كان راجع تعبان وسايق والعربية عملتها. وأقول أنت اللي طرحت تسلمي عليه يا خاطية تسلمي عليه. أنتو خديت بالكم أنا قلبتها إزاي دي الشخصية التبريري. شخصية التبريري. يبرر أحد يقول الزوجة مهملة شوية بيت أنت مهملة في بيتك ليه وما حدش بيشيل معي وما حدش بيخدمني في البيت. أيها طب بس أنت ما بتشتغليش وعندك وقت يعني قسمي وقتك تعبين شوية خضار وشوية طبيق وشوية وشوية من تنظيف. أنا ضهري بيوجعني. أشوف لكم حجة استنوا عليها. النجفة بترعش. بتتعب هناي وأنا بروأ البيت أي حاجة في أي حاجة. دي اسمها شخصية إيه؟ تبريري. اللي دايماً بيبرر. انت سقط ليه حبيب ما مجدوا استنوا يا عامة. كانوا يتفرجوا على التليفزيون ويتحكوا طول النهار وأنا قاعد لوحد في القودة بذاكرة. كيف ينجحني؟ كيف ينجح إذا كنت قاعد معناس مش حاسة بي في المعاونة؟ يعني عملوا إيه يعني؟ يلبسوا لكي سود طول السنة علشان يعودوا معاك ويشجعوك في المذاكرة؟ ما يبطلوا حياة علشان حضرتك تنجح؟ دي شخصية مهت شخصية تبريري. طول ما أنا ببرر غلطي أنا عمري ما هتوب عني. ودي مشكلة اللي بيقابلها أي كاهن مع أي اتنين متجاوزين. كل واحد جاي يشاور على أخطاء الثاني ويبرر خطأ. والثاني لما أسأله يعمله يشاور على الأخطاء الأولاني ويبرر إيه؟ خطأ. وقع في اللوب. عاد فيني اللوب اللي هي دائرة مغلقة؟ أو لا طب أنت ليه تعصبتي عشان هو استفزيني؟ لماذا استفزيتها عشان ما عبرتني؟ طب لماذا عبرتك هوش عشان هو ما جاب ليش هده؟ لماذا جابت له هدهية؟ بانسة والمشكلة؟ طيب ما كنت تفكريه مشانا لو فكروا كرمتي تنقحل. طب ما كنت تكبر وأفضل رايح جاي كده؟ مش عارف أعمل حاجة خالص. لأن كل واحد محدش. ده مرة في إخناقة. أبونا قال تبص يا جماعة. خلاص. انت شاف فيها مية غلط؟ وهي شافتك مية غلطة؟ أنا عاوز كل واحد فيكو بس يقول على غلطتين هو وبيقع فيهم. غلطتين؟ محدش قال حاجة. قال أنا دايما يا بونا خطأي مترتب على خطأ هي عملته. أبونا قالها وأنت قالت له نفس الإجابة. تبرير. وفي الآخر خالص مشاكلنا مش هتتحل. لأن لازم أوجه نفسي أنا بمشكلتي عشان أعرف أحلى. إحنا قلنا كم شخصية نكتفي بشخصية عشان لسه نشوف العلاج. آخر شخصية اللي حد هنا قالها اليائس في حد قال اليائس. فعلا الشخصية اليائسة هي شخصية صعبة جدا تتغير أو صعبة جدا إنها تتجدد أو تتوب أو تقوم بأي عمل ليه يائس. أنا مفيش فايدة فيها هو مصدر فاكري لما أنا كنت بجاوب على أحد السؤال بقول لو أنت كررت الفكرة تصدقها يعني لو أنا فضلت إيه أنا فاشل. يعني مثلا إيه أنت سور يعني جسمك زايد شوية في الوزن فأقول لك يا حبيبي لازم تخز شوية فأنت ترد على تقول لي أبونا أنا فو موضوع الرجيم ده فاشل معناها إيه أنه أخذ قرار أنه مش ممكن هيحاول تاني ومدام بطل يحاول يبقى ما فيش أمل في التغيير. في أوقات إحنا بنوصل للإحباط واليأس بسهولة ودي بتبقى أكبر ضربة ضربتها في حياتك علشان كده أنت مش هتتغير علشان كده أنت مش هتتطور ولا حتى هتتوب أنا يائس. بص يا بونا أنا من سن 12 سنة في خطية مبهدلاني وأنا النهاردة عندي 25 سنة بقالي 13 سنة أوعد ربنا وصوم وارح لأب عطرافي وقارد كل الكتب اللي في الموضوع دوته ما فيش فايدة فيها أنا لسه بعفية أنا بقول لك ما فيش فايدة فيها. طيب جايلي ليه جايلي ليه إذا كنت أنت بتقول أنا هو بلس كيس ومش لا أقعد قول كلمة ما فيش فايدة دي لأن مدام أنت صدقتها يبقى مش هتنفع يعني فيه في حد. واحد يقول يعني كان كبير عنده 45 ثانة فبيقولوا يعني أنت ما بيسوقش هلا لا لا بسوقش قال لهم قالوا له ليه قال لهم لأ ان انا فاشل في السواقة. قالوا طيب تعلمك السواقة لهم أنا أساسا ما سمحتش إن حد يعلمني سواق ليه عشان أنا فاشل في السواق. معلش حبيب معلش عشان اوات برضو الضغط بيعلى طب ناخدها حتى حتى يعني انت بتقول ما فاشل في السواء جربت تسوق لا جربت حاج يعلمك لا جربت تركب عربية وتعمل على الدريسون كده بيب بيب وهي واقفة لا طب حكمت على نفسك ازاي انت فاشل في السواء يقول لك أسوانا في ربعة بتداقي ركبت عجلة ووقعت وجلطت في رجليه فانا عرفت ان انا فاشل في السواء وصل لسنة اربعين سنة وبقى جات له فوبيا انه يركبوا يوم حتى العربية مطفية ما يعودش على كرسي السواء ليه صدق انه فاشل في السواء اوقات كتيرة قوي انا بصدق حاجة ومدام دخلت جوه الوجدان وجوه العقل الباطل انا حكمت على نفسي انه هفضل فاشل فيها مدى الحياة الشخصيات اللي انا قلتها الستة دي مش هتتغير ليه مش هتتغير لانه مكتفي لانه واقع في الانكار لانه واقع في الاسقاط كل الحاجات دي مش هتتغير فيه طيب انا مش جاي اقول لكم مشكلة من غير محلها طيب انا في المشكلة دي يا اما التبرير يا اما الانكار يا اما التبرير يا اما الاسقاط يا اما الكسل أنا واحد من دولا أعمل إيه؟ حد عنده اقتراحات؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه علشان فعلاً أتغير أعمل إيه عشان أطلع برّ العيب اللي أنا قلت عليه النهاردة هناخد شوية نقطة أول حاجة صدق حبيبك اللي بيقولولك على عيب فيك يعني ممكن تقولي فلانا دي لما قالت أنك أنت مغرورة من نفسنا منك وبتحاول تقطن فيك فكذا لكن تصوري دي من شبرة ودي من الظاهر ودي من مصر الجديدة وانت هنا في الشغل وهنا في النادي وهنا في جارتك والتلاتة قالوا لك على صفة فيك كلهم التلاتة قالوا أنك أنت مغرورة هتقع في الدنايل ولا هتقع في التبرير ولا هتقع في الإسقاط أنتوا كلكم بتغيروا مني وعشان كده شايفيني كده مدام ربنا سمح لي بأن أكتر من واحد يشاور على عيب في شخصيتي لازم أقول أمين العيب ده في زي البنت اللي صورتلي الخمسين صورة دية أو اللي أربعين صورة على الموبايل وبتقول أنت بتبرق وأنا وكنتش مصدق أن أنا ببرق بس انجعت أن أنا ببرق وببرق بزيادة شوية كمان لما أنا لقيت كده ما قدرتش أنكر بس في واحد ينكر أكيد أنت عملها فوتوشوب أنا مش كده ده مصر بقى ده مصر يبقى عمره ده ما هيتغير لكن أنا أول حاجة صدق اللي الناس بيبعثهم لك ربنا عشان يقولوا لك على أحد عيوبك عشان تبتدي تغير نفسك فيها اللي معاه موبايل وراء ياريت ما يستخدموش الموبايل نمرة اتنين اعرف أن أحد العيوب الستة اللي أنا قلتها سواء الكسل أو الإنكار أو الإسقاط لو أنت ما عالكتهوش ممكن يكون سبب في هلاكك وخسرتك لأبديتك فساعدتها تاخد الموضوع بجد شوي صور أنا كسول شايف كل يوم الكتاب المقدس على المخد قد أنا حطه على المخد علشان أفتكر حطيته على المخد وكل يوم كده بصله بتأمل ورحم تلات مرات ورش مستليب ونام طب وبعدين إنت لما تعمل كده وإنت نايم كتاب المقدس هيتطلع إشعاع يحفظك آيات يعني طب ما تفتحه ما تفتحه لو أنت كسول ومكسل عن الصلاة ومكسل عن الصوم ومكسل عن الأداس ومكسل عن التوبة ومكسل عن الإنجيل بأي وش تقول بقى يا سلام إمتى يا رب يجي اليوم اللي نتقابل فيك وجهاً لوجهاً؟ الحق أقول لكنا أني لا أعرف كنا فيبقى لازم الإنسان نمر واحد نمر واحد يصدق النقد اللي بيتقاله من حبيبي اتنين أنه يعرف أنه لو ما تخلصت من العب ده بيجازف بأبديته كلها ونصيبه في السماء ثالث حاجة أقف قدام ربنا وقول له أشكرك من كل قلبي أنك نورت عيني على العيب اللي في شخصيتي وأرجوك تعالى ساعدني أن أنا أقدر أبطل العيب ده كفاية قوي في السن ده كلما واحد يواجهني بعيب أبرر قول أصلي كانشي قصب عني قول آسف يا أخي قول أخطيت يا أخي قول مش هعمل كده تاني خلي عندك رجولة روحية لغاية إمتى هتبرر وغاية إمتى هتنكر ولغاية إمتى هتسقط قول أنتوا السبب أنتوا السبب مش أنا أنا ضحية أن أنا عايش في وسطيكم لا مانع بعد الثلاث خطوات اللي فات أني يكون ليك مرشد روحي تقول له أنا اكتشبت في نفسي أن أنا شخصية تميل للكسد شخصية تميل للتبرير شخصية لا تعترف بخطأها بل ترمي أخطأها على الناس اللي حواليها لازم يا بونا أو لازم يا أستاذي أو لازم يا ميس سيتي التسعديني بتلاقيلي علاج لازم أوقات كتير بعض الأمور اللي ليها تريس ما بين الحياة الروحية وما بين الحياة النفسية بتحتاج مرشد مختبر شاف من ده كتير يساعدني ويديني بوش وبتجيب نتيجة يعني ما واحد كسول أو واحد وأو الأخير يقول له طيب أنا هقول لك حاجة اعمل إراية كذا كذا والخادم الفلاني تبعث له ميسج كل يوم أنت قريت إيه والساعة عشر وتعمل لنفسك ألارم والألارم ده يعني أنت عارف أنت ممكن تسجل ألارم يعني ممكن تختار موسيقى للألارم وممكن أنت تسجل فايل بصوتك تحوله لموسيقى تتحوله يعني تعمل بي ألارم فأنت تقول لنفسك كده تعمل ألارم ومصلي بطل كسل ومصلي بطل كسل ومصلي بطل كسل ومصلي بطل كسل وبعدين معك بقى مثلا تصور أنا بقول لنفس كده في الآخر متهالي هتحرك وأقوم بس فيه تدريبات كتير قوي بس يكون عندك النية أنك عاوز تتغير مش تفضل مصر على الأعذار الواهية اللي أنا قلتها لك من شوية ربنا يدينا نعمة لأن ربنا عاوزنا نتغير بس إحنا أوقات بسبب طبعنا وإصرارنا على اللي إحنا فيه وإن إحنا ناس مكتفيين ومش عاوزين ننمو مع الله بنعطل عمل الروح القدس جوانا